بعدما أصبح انتشار أوميكرون واسع النطاق عبر العالم يبدو أن المغرب تجاوز الذروة المتحورة الجديدة هذا ما أعلنه منصق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية معادل مرابط هذا الأخير يعتقد أنه تم على الأرجح بلوغ ذروة الإصابات بالعدوى خلال الأسبوع الممتد من السابع عشر إلى الثالث والعشرين من يناير الجاري هذه الذروة من المرجحي أن يتبعها ارتفاع في معدل الإصابة الحرجة والوفيات خلال الأسبوعين المقبلين وبلغة الأرقام استقر معدل الحالات الإيجابية على المستوى الوطني للأسبوع الثاني على التوالي عند 24.4% كما تم تسجيل تراجعا في جهات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي والسوس مسا وفيما يتعلق بمعدل تكثر الوباء فقد بلغ 0.98 هذا المؤشر تجاوز واحد منذ الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي في حين أن الحالات الجديدة لم تزد سوى بنسبة 7% وما يزال مستوى انتقال الفيروس مرتفعا في جميع أنحاء التراب الوطنية حيث كانت معظم الجهات في المستوى الأحمر في حين انتقلت جهة الدار البيضاء سطات من مستوى مرتفع جدا إلى مستوى مرتفع حيث بدأت مرحلة الانخفاض فعليا في الجهة وفيما يتعلق بالأرقام المسجلة بتاريخ الثالث والعشرين من يناير من العام الجاري أوضح المسؤول ذاته أن عدد الحالات الحرجة ارتفع هذا الأسبوع بنسبة 36.2% وتضعف معدل الوفيات بمقدار 2.4% وحذر المرابط من أن خطر الإصابة بالمرض ما زال مرتفعا داعيا الجميع إلى توخي الحذر مشيرا في هذا السياق إلى القواعد الثلاث للخروج من الموجة بأقل الأضرار وهي التدابير الوقائية الفردية والتلقيح وخاصة أخذ الجرع المعززة والامتثال للبروتوكول العلاجي الوطني ترجمة نانسي قنقر